مع تزايد الاعترافات الدولية بأن المذبحة التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمان أثناء الحرب العالمية الأولى إبادة جماعية رجحت مصادر بأن يعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً بأن المذبحة كانت عملاً من أعمال الإبادة الجماعية ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر قالت إنه من المتوقع أن يستخدم بايدن عبارة إبادة جماعية في بيان يوم الرابع والعشرين من نيسان أبريل عندما تنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم وبحسب المصادر فإن الرئيس الأمريكي اتخذ القرار فعلاً وسيستخدم عبارة إبادة جماعية في بيانه يوم السبت حول ذلك قالت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض جينساك الأربعاء إن البيت الأبيض سيكون لديه المزيد ليقوله حول هذه القضية يوم السبت المقبل على الأرجح لكنها أحجمت عن الإسهاب في التفاصيل وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أحيا قبل عام عندما كان لا يزال مرشحاً رئاسياً ذكرى الواحد والنصف مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذين فقدوا أرواحهم قبيل انهيار الدولة العثمانية وقال إنه سيدعم مساعي وصف عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية ترجمة نانسي قنقر